ام عبدالله من ابو ظبي بارك الله فيه تسأل تقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام من خالط الناس و صبر على أذاهم خير وأحب تقول من هؤلاء الناس و كيف خالطهم ام عبدالله بارك الله فيك صح عن النبي صلى الله عليه و عليه وسلم أنه قال المؤمن الذي يخالط الناس و يصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم وبالنسبة للخلطة على نوعين خلطة واجبة وخلطة مستحبة أما الخلطة الواجبة فهي الخلطة التي جاءت النصوص بالأمر بها مثل صلاة الجماعة للرجال للذكور البالغين صلاة الجمعة مثلا الخلطة في الحج والعمرة مثلا هذه خلطة واجبة يختلط الإنسان بالناس ليؤدي حق من حقوق الله وفرض من فرائض الله سبحانه وتعالى أما الخلطة الأخرى المستحبة فهي الخلطة مع الأرحام والأقارب والأصدقاء وإن كان التعبير عنها بالإباحة أولى من قول مستحبة إلا أن يكون فيه نية الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف النهي عن المنكر يعني التوجيه النصيحة الإرشاد مثلا لهم فنعم تأخذ عبادة من العبادات والنبي عليه الصلاة والسلام أراد من قوله المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على ذاهم أن يكون المؤمن فاعل مؤثر وأن لا يكون سلبي متلقي فقط بمعنى أن بعض الناس للأسف ينكفع على ذاته ويتقوقع في بيته وينصرف عن الآخرين مع أن هناك لديه خير يستطيع أن يؤديه وأن يوصله إلى الآخرين وسبب ذلك يقول لا أنا أو إذا أنا يتكلمون فيي أنا كذا لا المؤمن يصبر على أذية الناس ولا يقطع الناس فالناس يحتاجون إلى العلماء يحتاجون إلى الصالحين يحتاجون إلى الأخيار يحتاج بعضهم إلى بعض سخر الله تعالى الناس بعضهم لبعض فلذلك بعض الناس ينهزم من أول موقف في حياة مع الآخرين يقول أنا أشبغ في الناس خلني في بيتي النبي عليه الصلاة والسلام قال في سيرته صلى الله عليه وسلم تعرض لأنواع الأذية ما من أذية في هذا العالم إلا ووجهت للنبي عليه الصلاة والسلام معنوية مادية حسية صبر صلى الله عليه وسلم قال تعالى له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ونوح عليه الصلاة والسلام يقول رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أسردت لهم وأعلنت لهم ثم إني أسردت لهم وأعلنت لهم إلى آخر الآيات يشير إلى معاناة وصعوبة في قضية معالجة قومه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالمقصود يا أخت الفاضلة الإنسان إذا بيت النية وأصلح الطوية وكان عنده شيء ينفع فيه الناس يصبر 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 على أذى الناس هذا المقصود أما إذا الشخص يقول أنا ما عندي شيء أقدمه للناس واختلاطي بالناس أشوفه يضر في ديني وإيماني وعباتي ويقص قلبي مثلا لا هذا العزلة له أفضل هذا العزلة له أفضل لأنه يقول أنا ما عندي شيء أنا من يريد التوجيه والإصلاح والإرشاد والوعظ مثلا يقول هكذا بعض الناس لا هذا ممكن أن يعتزل لكن لا يعتزل عن الأمور الواجبة يعني مثل صلاة الجماعة للرجال صلاة الجمعة مثل صلاة الرحم الواحد يروح يزر غالديه يزر إخوانه وخواته هذه خلطة واجبة بارك الله فيك